قلد فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول روكن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بوسام نشان الامتياز جاء ذلك في احتفال رسمي أقيم في القصر الرئاسي الباكستاني في العاصمة إسلام أباد لتكريم كوكبة من كبار قادة الجيش الباكستاني بمناسبة احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان حضره عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار قادة الجيش الباكستاني تقدمهم الجنرال ساحر شمداد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والجنرال عاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني قائد الجيش الباكستاني وأوضح بيان رسمي صادر عن القصر الرئاسي بأن الرئيس الباكستاني منح هذا الوسام العسكري الرفيع للفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني تقديرا لجهود سموه المتميزة في تعزيز العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية لا سيما في المجال العسكري جمع زفان وزيرة على شقيه محمد بن عيسى الخليفة، من المملكة الكمانراكو ومن الم Shen Pبدالله الزراني ومشاركتا Rabb shows اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ويقوم الفريق اول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني حاليا بزيارة رسمية الى باكستان بناء على دعوة من الجنرال عاصم ونير قائد الجيش الباكستاني للمشاركة كضيف شرف في احتفالات جمهورية باكستان الاسلامية بيوم باكستان الذي يصادف 23 من مارس من كل عام